السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله ان ترسي دي فيما تلحس في الاريب عنوان تعريف قواعد البيانات تعريف قواعد البيانات دهنا نرى ايه قواعد البيانات قواعد البيانات دي هي مجموعة من البيانات والمعلومات تكون مرتبطة مع بعضها بشكل منظم تكون داخل الجداول او مجموعة من الجداول بغرض ان احنا نقدر ننجحها في اي وقت وبطريقة سهلة وسريعة تتخلينا ان احنا نقدر نتخذ القرارات هنا مجموعة من البيانات والمعلومات المرتبطة مع بعضها تكون بشكل منظم موجودة في الجداول بغرض ان احنا نقدر ننجحها في اي وقت وبنعمل اتخاذ القرارات بطريقة سهلة وسريعة وممكن برضو نعرف قاعد البيانات على انها تنظيم البيانات على هذه الجداول منظمة مرتبطة مع بعضها يمكن نخلال الحصول على المعلومات ممكن نعرف قاعد البيانات على انها بتكون عبارة عن تنظيم البيانات على هاي الجداوي المنظمة بتخليها ان احنا نقدر بنخلالها الحصول على المعلومات بعد كم لدينا هنا البيانات اللي هاتذتها هي الأرقام والحروف والرموز والكلمات اللي بتحتاج معالجة او تنظيم الاستفادة منها عبارة عن أرقام وحروف ورموز وكلمات بتحتاج معالجة وعشان نقدر نتفيد منها وبرت로 ممكن نقول على البيانات الديت ان هي المادة الخاملة اللي بتطلع لنا المعلومات وهذه هي البيانات التي بيったن تنظيمها والمعلومات هي البيانات التيplement b supreme طيب بيانات الى تحقيق الاستفادة هنا اهمية قواعد البيانات أول حاجة تخزين جميع البيانات بطرق دقيقة وكاملة وتنظيمها بشكل يسهل الحصول عليها بعد ذلك أول حاجة تخزين جميع البيانات بطريقة دقيقة وكاملة ويتاني حاجة سهولة إجراء التعديلات على هذه البيانات سهولة إجراء التعديلات على هذه البيانات وبرضو عندنا ثلاث حاجة تخزين كام كبير من البيانات التي يصعب على الإنسان تذكر تفاصلها بتخزلناها كام كبير من البيانات اللي بيصعب على الإنسان هو تذكر تفاصل رابع حاجة يمكن من خلالها تحقيق السرية الكاملة بحيث مش اي حاج ديضا انه هو يطلع على هذه البيانات يبقى احنا جاءت علمنا في الدرس دوات معنى قاعدة البيانات اللي هي التابيس وعرفنا برضو معنى البيانات اللي هي داتة وعرفنا معنى المعلومات اللي هي انفوميشن واخدنا اهمية قواعد البيانات تاني ما بنشوف عن دين هنا السؤال اكتب المصطلح الذي تدل عليه العبارات الاتان هي بيانات تم تنظيمها او معالكاتها لتحقيق الاستفادة منها للمعلومات واخر النقطة داية انتوا تحلها لا تبعتونها تحت الفيديو افكا نكون خلاص نرسل النهاردة لقابلكم درس جديد معنا فهم نتعلم ببساطة